يمكن هالأيام نسمع وايد عن مشاجرات شد أعصاب بالشارع استخدام بعض الناس للعنف بأنواعه وعدم السيطرة على الأعصاب يعني يمكن كل هذه الظاهرة اللي احنا لاحظناها من فترة رح نتعرف على ضيفنا الكابتن أحمد الهولي اختصاصي دفاع ذاتي في النظام الكويتي PFS حياك الله كابتن معنا سهلا حياكم الله بساك الله الخير بساك الله الخير بساك الله قمة الهدوء لازم كذلك ايه يعني لاحظت شد الأعصاب والمفروض تحكم في الأعصاب الهدوء مطلوب بالبداية يكلمنا عن نظام سميته نظام الكويتي PFS طبعا نظام PFS من اسمه هو نظام System يعني ما هو لعبة لحي ماكو شي يسمى الواحد ان يخطر لعبة لعبة موجودة لكن هذا نظام يعني طبعا بالفين وربعة أسس هذا النظام اجتمع في مدنيين وعسكريين طبعا اجتمعت مع بعض الضباط الأجانب اللي أسسته طبعا ايه اجتمعت مع بعض الضباط الأجانب طبعا بالإضافة إلى هذا الضباط منهم السيرجنت الأمريكي في ذات الوقت مارك أتوود كانت البداية كنت يعني أدرب القوات الأمنية وفي نفس الوقت هم قاعدنا مع بعض وقترحوا عليه قال ليش ما يصير لنا النظام خاص يجمع بين الدفاع الذاتي والأشياء الأسلحية قاعدنا سويها اللي هي الاقتحام وحماية الأشخاص ايه ايه فقالوا ليش ما نحاول فسوينا منهجية معينة فقمنا ندرب يعني على أساس هذه المنهجية طبعا جمعت فيه عدة فنون قتالية في مكان واحد وخذيت منها يعني ما ألف شيء هو توليفة بس هو تجميع فقط خدت الأشياء اللي تصير أفكت بالشارع أكثر شيء تكون فاعلة وتكون مؤثرة مثل شخص؟ واحد أشياء الأشياء اللي تكون مثلا بالبطولات مثلا نعم أشياء فيها تكون دم مقننة بقوانين الرميات بطريقة معينة في رميات مثلا ممنوعة في البطولات مثلا بنظام الشارع خلاتها مفتوح مثلا إلا أن هي نظام الشارع نعم ضربات الخطرة استخدام مثلا ضربات العين كس الأصابع بعض الحركات الخنق المؤثرة على العنق من الخلف هذه كانت ممنوعة في البطولات لكن هذه مسموحة عندنا في النظام لأن النظام بدأ عسكري نعم عقب سنوات وعيدا حسيت نعم حسيت أن النظام هذا الأفضل أو الأكثر حاجة للمدنيين وليس العسكر العسكر ممكن نستخدم سلاحة نعم لكن مدنية عشان يدافع النفسه نعم خاصة في وضع الانتشار وتفشي الجريمة في المجتمعات الحالية يتحمس ويذبح هذا اللي وياه أنت شوف نحن طبعا لما أنني نعلم نعم وهو أنا أعتبر الفن مهما كان خطورته مثل الأدوات اللي موجودة مثلا في أدوات المطبخ أو غير الأدوات الحادة مستحيل يستخدمها للإنسان يدافع فيها عن نفسه يقيس لكن إيه لكن يختفظ في هذا الأشياء حق نفسه نعم عند يعني مثلا مواجهة حق خطر ما أو لما يتعرض حق شيء يستخدمها طبعا النظام هذا يتكوّم من ثلاث أجزاء نعم الجزء الأول هو القتال أعزل أمتي هاند أو نسمي هاند تو هاند كومبات بدون سلاح بدون سلاح نعم اللي هو القتال العاري نعم اللي هو يشمل لكمات بين واحد ضربات الكف طقم طاقب ضربات الأصابع ضربات الأطراف كلها عموما بالساق بالمشوط بالراس وكل شيء بالإضافة إلى الرميات بين واحد الرميات سواء اللي عن طريق اختيال الاتزان الضربات اللي تعتمد أني اختل الاتزان تحذف يعني الحذف الحذف أختل الوزن شيء والحذف شيء. الحذف يعتمد على رفع الخصم بحوضي أو رفعه بأيدي. الرمية غير الحذف الهي. لا 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 لا. في اختلال التزان. أني أضربه وطيحه من خلال أني خليتي يختل التزانه ضربه بريلي مع استخدام أيدي. وفي فرق مع الرميات استخدام الحوض أو رفعه بأيدي. هذا بالنسبة للرميات. جميل. إحنا راح نكمل باقي الأنواع كابتن لكن عندنا تقرير نشوفه مع بعض وبعدها نكمل. اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أحمد الهولي أيضا ذكرت كابتن فيه بعض الوضعيات كل مننا هذا بالنسبة حق الجزء الأول اللي هو البارت الأول من نظام PFS البارت الثاني هو الدفاع ضد السلاح الأبيض أو السلاح الناري السلاح الناري عادة أن يكون حق العساكر السلاح يبيض بنواع ستشين در نفيس عصي بنواع إلى آخره دفاع ضد وكذلك يتعلم أيضا شون يستخدم هذه الأدوات غالبا نعلمها العساكر شون يستخدم ستشين شون يطعن فيها شون يضرب بالعصر هذا النصب للغسل الثاني أنا كنت المفروض لا شارك بالفقرة هذه قاعدت خيال الأمور صعبة وفيها صعبة شيء موجود وفيها بنات شيء لا بد منه لا أتوقع أن البنات أخواتنا حاليا هم أمس الحاجة فيها مثل ما قلت بيننا إلى الأسف لا تدري ضعف النفوس فالدربون بعد بنات بالنسبة للفتيات نحن نقلل على شكل نظام دورات صعبة ندربهم مباشرة خاصة الأرض هذا النظام صحيح يحتكاك صعبة لدينا البنت فالآخر دورة سويت حق البنات استدعيت زميلة عندي اشتعانا بزميلة فسوينا دورة والحقيقة كان في تفاعل في مشاركة والبنات ستنسو خاصة نأخذوا شيء أي وائد لأنه شيء يحاكي الواقع ما هو شيء بس يعني وهي رياضة نحن نقدر شوف مدام أننا فيها مجهود ومدام أننا فيها تعب ومدام أننا فيها ضرب أكيد تعتبر نوع من الرياضة لكن ما هي رياضة التي ممكن أن أنافس فيها رياضيا يعني مثال مدام فيها ضربات مدام أننا أحتاج أستخدم التاي عفوا المخدات السفنج أننا على ما يضرب فيهم فلما يضرب فيهم أشق الله توقيت معين التوقيت هذا فرح يعرض رح يتعف ترتفع العاقة بدنية يخلص بعدين يروح يشتغل على الجيس يخلص الجيس بعدين يشيل الجيس الأرض يشيله ويرميه ويقطه يخلص يمسك عصا يطلق فيها التالية نحن نقصد هذه الرياضة بأنه يعني قاعد يحرك كلام طبعا لكن ما أدشون فيها بطولات لأنها مو بطريقة صعب لأنه إذا بدخل بطولات كاملين حوارنا مع ضيفنا أحمد الهولي حواري عور القلب شوي الاختصاصي دفاع ذاتي في النظام الكويتي كابتن البي اف اس هو اختصار لجملة أو مسمى معين نظام القتال الفعال النظام ما ندلش شنو كنا نسميه قاعدنا وقاعدنا نقتلح كثير من اسم لأنه هو نظام بالنهاية صحيح لكن هل فعلا إحنا حاليا أنت شايف أنك كل الناس بحاجة أن تتعلم نفس هذا النظام أنا كانوا يسألوني يقول شنو خطتك حق الانتشار لهذا النظام كونه نظام كويتي أمريكي وشي يديد نعم خاصة النظام هذا ترى موجود في أوروبا وأمريكا وأقصد فيه أنظمة مشابهة جدا بسبب الجريمة وانتشارة اي فقلت أنا أمنيتي أو هذا اللي أسعى لأنه خلي مدرب في كل بيت كويتي أي أن الأب يدرب عياله الأم تدرب عيالها تدرب بناتها لأنه الهدف هو الدفاع ذاتي هم من ما يحمي نفسه شونه أعرف خلي ولدي أو بنتي يدفعون شخص غريب لما يناديهم شونه إذا كان طفل يدفع واحد شونه إذا كان طفل يدفع واحد شونه إذا تكالبوا عليه مثلاً أشخاص حتى لو في عمره وتيمعوا عليه شونه يدفعهم شونه يكلمهم وليس فقط نعلم على الطق نعلم أيضاً شونه استراتيجية تتعلم على المواقف هذه نعم فهذا هو النظام أكيد فيها أخلاق الرياضي طبعاً لا تهد على الكلم لا تتاوش الكلم لا شيء بالأرض تأخذ وتكفخ فيه لا شيء نعم نحن عموماً ندرس هذا الشيء وفق إطار تربوي وكذلك شرفي نعم أكيد بالتأكيد وشونه سالفة العقال طبعاً العقال هذا محفظ الصدفة كنا قاعدين فكنا وكتابسين يعني شاديشنا حلو سونا بعض الحركات وشفنا أن الأسلحة التي أصلاً كنت أستخدمها قبل أن أضرب عليها في اليابان وفي أوروبا هي نفسها بيدي زي شعبي قدرت أحول هذا الشيء أداة تصير دفاع ذاتي سواء كان العقال أو الغترة هذا العقال يصير الشنقن أو الدشتاشة لا فيه مهارات فيه مهارات أربط فيه فيه مهارات أني أرمي فيه فيه مهارات أني أطيق فيه أخر أدافع عن نفسي فيه بس إحنا شلو طبعاً إحنا حسينا قبل أن نشوف تشجيع وايد من الناس بعدين قام الناس يقولون ليش أنتم قاعد تلبسون لبس اليابانيين وأنتم مو يابانيين وفعلاً هذا اللي لاحظناه بالتغرير ترى منطقي الكلام نعم صحيح أنا أنا قاعد أطلع مرات والبس لبس الياباني والتحية الياباني والكلام الياباني نعم طيب إحنا عندنا في شبه الجزيرة العربية نعم فنون قد تكون هذه الفنون مثلاً في شبه الجزيرة العربية ما دونت أو ما حفظت لنا طيب إحنا في اللوقت ثانية متقاربة إحنا نحن ممكن إحنا مثلاً أنا كوني يعني صالي خبر مثلاً في هذا المجال أني ممكن أخلي ممكن أسوي شيء تصوري نعم بالأسلحة ما تشبه الجزيرة العربية سواء كان مثلاً قلنا قلنا السيف العربي نعم سيف شبه الجزيرة العربية أو الرمح أو النبل أو الخناجر مات أهل الجنوب نعم فهذا اللي قمنا نسوي قمنا نسوي قمنا نشوف تفاعل وايد إنه زين قمت تتحيون صار عندنا تراث صار عندنا شيء بس قلنا جماعة ترى هذا التراث مو شيء إحنا نتوارثينا هذه توليف إحنا سويناها نعم وقال نتصور أنه ممكن يكونون المحاربين القدامة بهذا الشكل أهل الشبه الجزيرة العربية بهذا الشكل بهذا الأداء جميل كابتن سمعنا أنك مهتم بتدريب الأشخاص اللي عمارهم فوق الأربعين إيش معنى فوق الأربعين يعني هل هذا العمر جسمانياً غير ولا على أي أساس أحسني طبعاً هذا شيء شيء ثاني حضر أحد الأشخاص من ضمن الدرات اللي أسويها كان عمره بالخمسينات فقال لي قال لي عمر ليش ما نحاول نسوي شيء حق اللي بعمرنا مهما كان ترى هذا كلهم كبه عيالنا اللي موجدين وشباب فقلت خير نسيت الفكرة قبل مدة قعدت أفكر قلت الشباب اللي طقتي وأكبر نوضحهم يعني أنا أحط نفسي لو أروح نادي وشيف شباب العشرينات وحكرة لازم يفرق ما رح أخذ راحتي قلت خانا جالي أعننت كان يقول بسوي نظام حق الشباب قلت الشباب طبعا الشباب هو الشباب طبعا أكيد قلت الشباب الأربعينين والخمسينين والستينين سبعينين سبعينين بي حيا هو بسؤول نفسي قلت يلا أكيد بيوني خمسة عشرين ما شاء الله التليفون ماسكت عدد كبير قاعده يعني أكثر المتابعين حتى اللي يتابعوني من خلال السوشيال ميديا وهم اللي وما شاء الله عنديكم متابعين وهم اللي ما شاء الله يهو تفاجأت بالعدد حيلي يعني آخر شيء وقفت قلت ما قدر أستقبل عدد كبير شفت أنه الغالب طبعا من غير الشكاوي اللي يقول كانت عرفيني يقلبون يقول فيني سكة شعر بس ما شاء الله تفاجأت أنه من ضمن الأعداد اللي قاعدين وليس أربعين يعني من الأشخاص اللي قاعدوا علي وقل ستين أعمارهم اثنين وعندهم من اللياقة اللي ينفع أن يتعلم نفس هذا النوع ونتعلمهم من الصفر مدام أشخاص بأعمارهم ويرتاح نفسهم وكيد رياضي مدرب عود مصغير يقعد يزفه ولا يكلمه أنا أقصد اللياقة كابتن هل يقدر على أن يمارس مثل هذه الحركات الصعبة والمقاومة نحن نتدرج معها طبعا طول غاية ما يوصل حق ملحج الأدفانس وأيضا تأخذون الأطفال من أي عمر طبعا احتمامنا نحن أيضا بشرحة الأطفال بشكل كبير أعتقد سن التعليم المناسب حق المهارة ما بعد سبع سنوات خلنقول من سبع ثمانية أفضل أقل من شي شوالي هل ترى استيعابة وخلام تجربة وسبحان الله هذه التجربة أيضا هذه تجربة نبوية نبي عليه الصلاة والسلام تعليمهم من سبع أضربهم لعشر يعني تشوفوا هذه سبحان الله وصية عجيبة معناته دون سبع في صعوبة شوية في التلقي بالعشر بالعشر أنا عندي طبعا في شغلة مهمة قالوا أضربهم لعشر معناته أنا عندي من سبع لعشر ما أجيزة لولد ولا أمديدي عليه عشر يبدي البلوغ طبعا طب خلاص بس من يصير عشر خلاص يبدأ الوصول مرحلة الطفولة المتأخرة يبدأ يستوعب إن شاء الله بعد ما تكون ظاهرة يعني هي حالات بسيطة لكنها تنتشر اللي هي بدأ يعني الشرطي رجل رجل الأمن يعني يتعرض للأسف لضرب من مواطن يعني وهو مخالف فهل هي مفروضة على الجميع مثل التدريبات هذه حق الرجال الأمن نحن يعني على قولتم نحن حق أخوانا رجال الأمن بين الأيادي ورجل الأمن يحتاج حقيقة لهذا النوع من النظام لأن هذا النظام لا يعلم أنه يطق وهذا يحتاجه مع المتهم وما يريد أن يطق المتهم هو يريد أن يتشتف المتهم ويمسكه ويهديه أو إذا كان مطلوب يمكن أن يكلبته ويضعه في الدورية أو شيء أنا لا أتكلم عن الاختصاصين مثلا مكافحة الشغب أو قوات خاصة هذا بحاجة أكيد لكن عندي الأهم اللي هو ملوث الأمن العام وملوث المرور متواجدين اليوميا يحتكم بالنص اللي يحتكم بالنص كذلك أنا أوجه رسالة للكليات العسكرية خصا كليات ساعد العبدالله ساعد العبدالله عندهم نظام نظام جامعة وندهم نظام المعهد وندهم نظام مدرسة الأفراد طيب بدلاً يضعون لهم كراتي وتكواند ومش عارف إيش حطوا شيء يعني يطلع على الغالمادة مادة دفاع ذاتي يحمي نفسه كذلك يحمي ترى الغير ممتاز يحمي غير يعني أعطيك مثال مرة من المرات في أحد المراكز جدامي واحد يعني من أخواننا المقيمين سحب بايب من السيارة على مقيم ثاني الله وربعنا من المغفر خافوا ما سهوا شيء لكنت أنا موجود طبعا قدرت أفضل المشكلة ما قدرت أفضل شيء وأنا مواطن حادي يعني فالمفروض أنهم هم الأولى مني هم الأولى مني يتعلمون يعرفون فأنا قلت لك بين الأياد حقهم إحنا مستعدين يعني اللي بيتواصل معك كابتن شون عن طريق الإنستجرام ولا في شيء طريقة أخرى عندنا واتساب عندنا مشرفي ممكن يتواصلهم معه نعم وإحنا يعني النظاء شغلة بسيطة ممكن أن يعني يكون مجموعة عسكريين كورس مكثف لهم تسعة شهور إلى اثمائي الشهر يتأهل يصير مدرب يبدأ يدربهم في الكليات عندهم في أماكنهم ممتاز نحن عرضنا حسابك في الإنستجرام أو حساب المركز نفسه للتواصل ويعني هذا الشيء صراحة جميل ولكلي يستفيد منا خصوصا يعني بعد مرحلة الصيف ورمضان يحلو بإن الواحد يدرب عياله وآخر قبل أن نختم أيضا بعد ولدك عمر الله يحفظ أهم بطل في هذا المجال عمر بطل في نون القتالية الرياضية نعم ويعني حاليا بالتدريب معنا في نظام الـ PFS أيضا والحقيقة جيدة بس أنا طبعا عندي شريحة من المدربين أساسيين أنا أول مدرب خراش عليدي يوسف الحمد طبعا يوسف الحمد أيضا بطل في الفنو القتالية الرياضية والآخر توجه أيضا حق الدفاع الداتي فصار هو معاي المعاون الأكبر في نظام الـ PFS ممتاز موفقين كل الشكر لك كابتن أحمد الهولي على هذا اللقاء نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق آمين إن شاء الله يا رب أما مشاهدينا وصلنا إلى الختام مستانس وباشر في الإجازة السعيدة تريق ومصباح على خير في كل مكان في الكويت الجو حلو نقدر نودعكم مع السلامة مع السلامة